بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا إلى الدرس الرابع من كورس الـ MRI جميع الدروس السابقة كانت تجميع لبعض المعلومات لنستطيع الدخول ببعض التفاصيل عرفنا أن البروتونات في جسم الإنسان تتحرك بشكل عشوائي وعندما نضع جسم المريض داخل مغناطيس تنتظم هذه البروتونات بشكل متوازي منها يتجه نحو الأعلى ومنها يتجه نحو الأسفل التي تتجه نحو الأعلى هناك ما يقابلها يتجه نحو الأسفل مجموع محصلتهم صفر ولكن هناك بعض البروتونات تتجه نحو الأعلى وليس هناك ما يقابلها وبالتالي ستعطي مجال مغناطيسي جهته نحو الأعلى وبنفس جهة الحقل المغناطيسي وبما أن جهته بنفس جهة الحقل المغناطيسي الخارجي فلا نستطيع حسابه أو الاستفادة منه هنا سنحتاج إلى أن نزيد طاقة هذه البروتونات حتى تعطينا مغناطة بجهة مختلفة فنستطيع حسابها والاستفادة منها كيف سنقوم بذلك؟ شاهد معي كما نرى فإن البروتونات تتحرك بشكل دوراني وقلنا بأنها تقوم بحركة بريسسينغ هنا نريد أن نعطي هذه البروتونات طاقة كيف يمكننا أن نزيد طاقة هذه البروتونات؟ نقوم بذلك عن طريق إرسال موجات راديو إلى هذه البروتونات فيزيد ذلك من طاقتها ولكن هذه البروتونات لا تتأثر بأي موجة راديو وإنما تتأثر فقط بموجة راديو ذات تردد يوافق ترددها فقط ولفهم ذلك سنأخذ مثل لنفترض لدينا سباق سيارات السيارة الحمراء تسير بسرعة 200 والسيارة الزرقاء تسير أيضا بسرعة 200 هنا يمكن لسائق السيارة الزرقاء أن يعطي سائق السيارة الحمراء شطيرة الهامبرغر لأنه معا على نفس السرعة والشطيرة هنا تمثل في مثالنا الطاقة ولكن إذا كانت كل سيارة تسير بسرعة مختلفة فلن يتمكن من إعطائه الشطيرة لذلك حتى نستطيع أن نعطي البروتون طاقة يجب أن نرسل له موجات راديو بنفس تردد دوران البروتون حتى يكسب البروتون هذه الطاقة ولفهم ذلك بشكل أكبر كما تحدثنا عن التونيك فورك فإذا ضربنا واحدة بتردد 128 هرتز فستهتز التي بنفس ترددها فقط لأنهما بنفس التردد أي بنفس الفريكونسي أظن الآن أصبحت الفكرة واضحة وهي أننا حتى نستطيع إرسال طاقة للبروتونات يجب أن نرسل لهم موجات راديو ذات تردد فريكونسي مطابق للفريكونسي للبروتون موجات الراديو هذه نسميها راديو فريكونسي وسنختصر اسمها بـ RF راديو فريكونسي ماذا تفعل موجات الراديو هذه الـ RF عندما تصل إلى البروتونات؟ تكتسب هذه البروتونات طاقة فبعضها أصبح لديه طاقة عالية فسيتجه نحو الأسفل كما في مثال الأشخاص التي تسير على قدميها والتي تسير على يديها فالبروتونات التي أصبحت طاقتها عالية أصبحت قادرة على أن تسير على يديها لأن طاقتها ارتفعت هنا في مثالنا هذه البروتونات التي تتجه نحو الأسفل مع ما يقابلها نحو الأعلى ومحاصلتهم صفر سنقوم بحزفهم بقي لدينا عدد بروتونات أقل تتجه نحو الأعلى أي انخفضت طاقة المغنطة الطولية الشيء الآخر الذي حدث هو أن البروتونات التي بقيت متجهة نحو الأعلى أصبحت تدور مع بعضها بتردد واحد وجهة الطاقة أصبحت بشكل عرضاني بهذا الشكل وهكذا انتقلت جهة محصلة الطاقة من المغنطة الطولانية إلى المغنطة العرضانية ولتشبيه ذلك لنفترض كان لدينا سفينة يقف جميع ركابها على سطحها بشكل عشوائي ثم بدأ جميع الركاب بالانتقال إلى أحد جوانب السفينة فستميل السفينة معهم ثم ينتقلون إلى الجانب الآخر فتميل السفينة معهم وهكذا البروتونات عندما أصبحت حركتهم معا بتردد واحد أصبحت جهة الطاقة بشكل عرضي خلاصة ما تعلمناه في هذا الدرس هو أن البروتونات جهتها نحو الأعلى نعطيها موجات راديو RF بتردد يوافق البروتونات فتكتسب هذه البروتونات الطاقة فيحدث لدينا أمرين الأمر الأول أن المغنطة الطولانية تنخفض والأمر الثاني أن البروتونات أصبحت تدور معا مما يعطي مغنطة عرضية وبالتالي تنتقل المغنطة الطولية إلى مغنطة عرضية بهذا الشكل وهذا هو درس اليوم ستصبح الأفكار أوضح في الدروس القادمة ولنرى كيف تم ذكر هذه المعلومات في الكتاب في الكتاب في صفحة 17 هنا في البداية تحدثوا عن أننا نعطي البروتونات طاقة عن طريق إرسال موجات راديو بنفس تردد الـ RF لاحظ هنا في هذا المثال السيارتين تسير بنفس السرعة إذن يمكننا أن نعطيها طاقة وهكذا موجات الراديو نرسلها بنفس التردد أي بنفس السرعة وبالتالي يمكننا أن نعطي البروتونات طاقة في الصفحة الثانية إذا لاحظت أننا إذا أرسلنا موجات راديو تختلف سرعتها عن سرعة تردد الفريكونسي الخاص بالبروتونات فلن نستطيع إعطاؤها الطاقة لأنها تختلف في سرعتها ثم بعد ذلك تحدثنا عن أننا إذا أرسلنا موجات راديو RF راديو فريكونسي بالس إلى البروتونات فستكتسب طاقة فالبروتونات التي تتجه نحو الأعلى منها سيتتجه نحو الأسفل وبالتالي ستنخفض المغنطة الطولية وهنا هذه الصورة كيف أننا إذا أرسلنا موجات الراديو فستنتظم هذه البروتونات مع بعضها البعض وبالتالي ستتحرك بنفس الجهة لاحظ هنا جميع البروتونات تتحرك مع بعضها وبالتالي ستعطي طاقة عرضية إذن اختفت الطاقة الطولانية وتحولت إلى طاقة عرضية وهنا مثال عن أن السفينة في حال كان الركاب يقفون بشكل عشوائي فليس هناك طاقة عرضية والسفينة ستكون بشكل طولاني أما إذا تحولوا إلى أحد الجوانب مع بعضهم فستميل السفينة بشكل عرضي وبالتالي ستصبح الطاقة بشكل عرضاني وهذا هو درس اليوم نراكم في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر